بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون يا أبناء شعبنا العراقي الكريم نحييكم من صوتكم من استوديو التاسع ونبدأ معكم الرصد لشأننا العراقي حتى لحظة دخول إلى الاستوديو في هذا اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من أيار مايس لعام 2024 أيها الأخوة المواطنون نحن الآن بنهاية الأيام الأخيرة من شهر أيار مايس سنقترب إلى شهر حزيران وشهر حزيران في العراق هو بداية الصيف الحقيقي الذي تزداد درجات الحرارة مع شهر تموز وأب شستعدين الشهر أو لأشهر الصيف أنا لأسف الشديد جايت وصني الكثير من الرسائل مثلا أخذوا على سبيل المثال البصرة مناطق مثل الخور وغيرها كهرباء بالأيام اللي فاتت سيئة جدا نجي في مفصل آخر الوضع العام في الخدمات في المحافظات سيئ جدا مجاس المحافظات اللي افترض الشكلة حتى تكون هيئات رقابية تساعد السلطات التنفيذية المحلية كل وجهات النظر عليها اللي جايت توصلنا إنه عملها غير موجود لا توجد أي محافظة تشيد بدور مجلس المحافظة فيها طيب شنو الموضوع اشتتظرون يا جماعة يعني إلى أي مدى تبدون تشتغلون وتبدون تفكرون بين أنت وصلتوا له المناصب وسوين انتخابات وصرفنا عليها أموال والدنيا كلها انشغلت بها حتى توصلون تشتغلون مجالس المحافظات للأسف الشديد إن حضرت لا تعد وانغابت لا تذكر منه يتحمل المسؤولية هو أصلا توصيف مجالس المحافظات تتبع إلى منه تحديدا الكلام مياما يكون منه المسؤولي التنفيذي الأول عنها هل بسلطة المحافظ لا بطبيعة الحال هما هيئة رقابية أو مجالس رقابية على عمل المحافظ المحافظين حسب ما جاء يوصلنا من مختلف المحافظات العراقية بأنه أداءهم أيضا متراجع طيب المجالس ما جاء تشتغل وخليطلعون يردون أنا ما قال لهم لا ترى الآن إحنا في زمن أن الإعلام هو أصبح الوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها أن تعبر عن رأيك لا الندوات لا المحاضرات لا حتى الزيارات إذا ما ينقلها الإعلام فإذا سووا لكم صفحات تخصصية على منصات تواصل اجتماعية مجالس المحافظات كل مجلس بسم مجلسه وقلونا الجاية تشتغلون وأقروا التعليقات لا تمنعوا التعليقات أقروا التعليقات شوفوا الناس الجاية تقول لكم والجاية تحكوا إياكم فإذا المحافظين شغلهم متراجع في كل المحافظات العراقية ومجالس المحافظات ما جاءت تشتغل وإحنا نسأل من علينا أن نوجه له السؤال من هو المسؤول عنها يرجع الموضوع يقول لكم ويجب أن تقيم أعمال المحافظات والوزارات طيب بش وقت راح يتم تقييم عمل الوزارات وعمل المحافظات كمحافظين ومجالس المحافظات شو وقت شو وقت منه لي قرر الوقت الأخ رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشاعر السوداني سيد محمد الشاعر السوداني في هذه النقطة يبدو لي كمواطن عراقي يحتاج أن يشد حيلة يحتاج أن يخصص الأقل أسبوعيا لثلاث مرات في ثلاث محافظات كل أسبوع عنده ثلاث جولات في ثلاث محافظات ويغير على الأسبوع الوراء والوراء ويستمر هذا السياق عمل يعني رئيس مجلس الوزراء يفترض انطيهم للاجتماعات مع المجلس الوزراء والاجتماع مجلس الوزراء أسبوعي والأيام الباقية يوزعها خلي انطي بغداد يومين هاي ثلاث تيام تبقى ربع تيام يروح يفتر على المحافظات يشوف الواقع بنفسه ويأخذ الوزراء وياه هسه ممكن واحد يقول ليش وقت يرتاح أخي ولي رئيس وزراء العراق ليش يرتاح هو اختار الهم من يختار المسؤولية في العراق قد اختار الهم من نفسه والعائلته نعم انت مسؤولية شعبك الشعب العراقي مجموعة عراق مجموعة قوميات مجموعة مذاهب مجموعة ديانات يجب ان تكون حالك حالهم تكون وياه الكردي وتعرفه هموما وتكون وياه تركماني وتعرفه هموما وتكون وياه السنة وتعرفه هموما وتكون وياه الشيع وتعرفه هموما وتكون وياه طبقات المجتمع اذا وزعنا المجتمع طبقات او فئات تكون وياه الشباب وتكون واحد منهم وتكون وياه الفلاحين وتكون واحد منهم وتكون وياه العمال وتحسبهم ومومهم وبالتالي احنا ندعو صوتكم وخادمكم انوار حبدالي انو الاخرى اسمجلس الوزراء يعني ليش قاعد بس في بغداد ومر رعود بالشهر يروح إلى المحافظة لا ليش احنا لدينا نصيحة الأخ رئيس مجلس الوزراء يفترض على الأقل يزور ثلاث محافظات في الأسبوع الواحد واحد من الأيام اللي يخصص البغداد إذا قلنا يعني يخصص البغداد يومين إذن هو يوم بالكرخ ويوم بالرصافة يفترض هسه يقولوني ويش وقت يجتمع أخي يجتمع هو عنده هو اللي يتحمل المسؤولية خلي ينام له باليوم أربع ساعة خمس ساعات سس ساعات خلاص يعتبرها من الزوجة المسؤولية نعم ميتي والله مو كلام افتراضي اللي يريد ينجح الزوج المسؤولية ويعتبرها هي حياته ويضغط على حياته نعم من حقه يقول لك أنا مو عندي أطفالي وعندي عائلتي وعندي زوجتي وعندي أهلي نعم بس أنت منصة رئيس وزراء العراق المسؤول التنفيذ الأول إذن لني كلهن أجله اللي ما تكمل المسؤولية دوس على جرحك يج خلي نسميه دوس على همومك وخلي هموم الوطن هو بيتك خلي الشعب العراقي هو عائلتك وهلك فيفترض هو من الصبح نشوفه يعني أنا والله شيت بالبداية وما ردناها أنه تنقطع لا بالبداية شنن نشوفه داخل سوداني إذا تتذكرون شان يروح يطلع من الغبشة من غبشة الله يروح يزور المشاريع مرة راح جاي يسوي الواحد من المجسرات ومرة جاي يسوي الواحدة من البوابات مع البغداد الشمالية وراح لهم من الفجر وراح والتقى المسؤولين قبل ما يكون حتى المحافظ وياه ولا حتى الوزير جزء الوزير بعد ما مغسل وجه ما مقاعد من الصبح رئيس الوزراء هو تلقاب المشروع ويا العمال وفي رمضان شفنا أنه يروح ببكت السحور ويقعدوا يا العمال ويسحروا ياهم لحكي شو هذا انقطعت هالفترة هاي علامات استفام ليش الآن ما تعود إلى هذه القوة لأخ رئيس مجلس الوزراء هسه ممكن واحد يقول لي مهم الضغوطات عليه يعني جاي يقولكم لي نقال وجاوبكم أنه الضغوطات عليه وأنه هناك من يرى بأنه الأخ السوداني لن تجدد له كرئيس مجلس الوزراء وبالتالي حسبه حساب عرب قال لك هالي تعبت وما تعبت لا والله مو تعبت وما تعبت شنو معناها لا والله انت عبت يبقى العراقيين يذكرواك بالخير ويبقون يفتخرون بيك عكس اللي بعض وصلوا للمسؤولية لأسف الشديد لكن كل شي ما سووا والناس تشتمهم إلى الآن أنا أكون صادق إياك بعض الذين يتصدوا المسؤولية وقصروا لا الناس لا تذكرون بالخير اليوم نجي على جهة أخرى هل فيما خسر اسم مجلس الوزراء نجي على هموم الشعب العراقي قلنا أنه محافظات يحتاج لها يعني حملة بناء كاملة ترمات في دوياح حملة العمار لشيء هو أصلا مدمر صار لعشرات سنين وإنما تحتاج هاي المحافظات إلى إلى نفضة كاملة تمنيها من جديد وأنا أرجو وأتمنى إذا صار عندنا مسؤول على وزارة التخطيط يفتهم بالتخطيط أتمنى هذا الشيء أنه يروح يدز على خبراء العالم المختصين ويجيب المعمارين مثلا ما سووا بالعهد الملكي والعهد الجمهوري كانوا يدزون على المعماريين البريطانيين والألمان والشيك واليوغسلاف وغيرهم يقولون تعالوا عمي انطونا دراسات يروحوا يظلونهم معايشة شهر شهرين في محافظة معينة في العاصمة بغداد ويسوون اقتراحاتهم ويأخذون بنظر الاعتبار أنه بغداد هي ابتداد لبغداد العباسية التي كانت عاصمة الدنيا لأكثر من 450 سنة ويقدمون تصاميم جديدة فاحنا محتاجين تصاميم جديدة لكل مدن المحافظات لعواصم المحافظات إذا صح التعبير لأنه احنا نحتاج في كل محافظة عاصمة جديدة يعني أنا أرجو كمواطن أن نلقى أنه هي مسؤولي يفكر بهذه الرؤية ويقول والله أريد أن أسوي الديوانية الجديدة النيو ديوانية والرمادي الجديدة نيو رمادي وسوي الكوت الجديدة نيو كوت والحلة الجديدة نيو حلة وكل المحافظات يا أخي أنت المعمرة أو المدمرة ما تقال تعمرها بس ابني جديد بطرس جديدة برؤية جديدة بتعب حقيقي بصرف محسوب باستثمار صحيح وفي ذاك الوقت ورا مات من الجديد وتنقل الناس إلى أرجع فكر قول العمار ده فكر زين هذا اللي بقد شا سوي لها التراثي بقي تراثي وسوي بتحفل محافظتك والإن شال شيلة شيلة وسوي رؤية جديدة فكر بتفكير ما خارج الصندوق احنا ليش دائما المسؤول عندنا يفكر داخل الصندوق مال لهموم العراقية هذا الصندوق اللي بيه لهموم العراقية اخينا عرفه كلنا ماكو عراقي ما يعرفه لكن احنا نريد مسؤول يفكر خارج الصندوق لهموم يسوي صندوق العمل الصادق يسوي صندوق المستقبل الحقيقي يعني ترى والله العظيم واحد يقهر على نفسه منه تروح تشوف الناس جاء تشتغل اللي بدأوا من الصفر ودبي وتحياتنا واحتراماتنا لهنا في دولة الامارات العربية المتحدة والعيال زايد اللي جاي يشتغلون حكام الامارات اللي جاي يشتغلون بهذه الرؤية الصحيحة وأو تيجي إلى دولة فتية كدولة قطر الشقيقة وتروح للدوحة وتروح للغيرة وتشوف تشوف الجهود اللي اللي استثمرت وتم العمل عليها من عهد الأمير الوالد الشيخ حمد آل ثاني وإلى عهد الأمير الشاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عمست الموهة رمول هتعرفوا شو رمول والله العلي العظيم أنا رحت في 2010 رحت إلى إلى أبوظبي وأجريت حوار اسم رجل وتاريخ ست أجزاء مع المرحوم الأستاذ الدكتور عدنان الباشيجي وقدم في حين في قناة السومرية الغراء سألته عن ذكرياته قال والله أبوظبي كانت نخلتين قلت له وش قلب النخلتين سوى هاي أبوظبي اللي جاي نشوفه اللي جاي ناك بيه قال العقل اللي اشتغل بيه المرحوم الشيخ زايد آل نهيان زايد من السلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة هذه شخصية الإنسانية الحكيمة على المستوى العربي والإسلامي والإنساني قال دز علينا كل واحد قال احنا خمسة من العراق آني على الشؤون الخارجية وواحد على شؤون الزراعة وواحد على شؤون الصحة وواحد على شؤون الخدمات وواحد على شؤون وضع الدستور قال حطنا وقال لنا ويا يشتغلوا ويا الله يرحم الشيخ سلطان بن زايد قالوا مشتغلوا كل واحد يساعد أخوه انتوا عرب اذا سواء من العراق او من الامارات اتو عرب هيك حتوياه وشتغلوا وجابوا ياهم المصريين وجابوا ياهم السوريين وجابوا ياهم من البلدان الاخرى وقالوا مشتغلوا انطوني الامارات شو هنأسبيه اول ما تأسس الاتحاد واول ما رفع علم الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة بالاوم المتحدة عراقية المرحوم io استاذ دكتور عدنان الباشرشي اللي أنا سألتها قلتها طيب ليش من جيت وراها منصار الاحتلال وصارت العملية السياسية ليش ما سويت شي قال لي لأيد الوحدة ما الصفق أنا فكر إلى الأمام هم يفكروا لي على مشاكل الماضي اللي اللي ترجع إلى مئات السنين أنا وين هم وين هذا لازم يفكر بيا جماعة ولازم نظر نظرة واقعية أنه إحنا البلد إلى الآن ترى لا عبالكم إحنا يعني نوقف في الحكومة ريدها تنجح يعني مثل أخوك يعني أخوك شوية كمال تريد أن ينجح سعلا وغلاط توقف تقول لعافية عليك يا أخوي أنت شاطر إن شاء الله وتنجح وتتميز وتأخذ الشهادة هي شي جانية تصرفين الحكومة خلي تسمعني الحكومة شلاق قلع من رئيس وزراء الأصغر واحد بها هي شكل جانية تعمل وياه لكن هل الحكومة هل الحكومة مرات تقرب ليلة الامتحان بس وتروح ما تجاوب هل هذا الحكومة طاقب طاق ليش نجامل مدامة الحكومة ناجحة لأن الحكومة محملة بهموم الماضي وما جاء تعرف شو تضر إلى المستقبل لأنهم قيديها برلمان برلمان إلى الآن يعني رئيس ما يقدر يختارها ليش رئيس ما يقدر يختارها لأن الكتل ما متفق وجاه نشوف تصرفات اليوم انتشر فيديو المحسن المندلاوي اسلوب ركيك إذا صح التعبير واني أطالبه بحق الرد أن يطلع هذا الفيديو اللي تتجاوز على على شخصية وطنية العراقية مثل النائب الشيخ أحمد الجبوري مو من حقك مو من حقك تستخدم هذا اللفظ وانت على منصة رئاسة البرلمان هذا مردود عليك وانا استغرب بأنه من النائب الشيخ أحمد الجبوري يفترض تقيمون عليه دعوة نعم تقيمون عليه دعوة تقول انت بيها حق تجي تغلط عليها وانت رئيس مجلس نواب الإنهاب استغرب يعني موقف الكتلة اللي انتمي لها أيضا الأخ مثلنا سام الرأي يفترض تقيمون دعوة على محسن مندلاوي نعم أنا حتشها طاقب طاق ما من حقك تغلط لأن هذا الفيديو انتشر تقولون هذا الفيديو مو صحيح يطلع موقف الرئاسة البرلمان يقول مو صحيح مشفوع بموقف من النائب الشيخ أحمد الجبوري يقول نعم مو صحيح أما ذا صحيح وهذا الغلط صاير يعني حقيقة من غير المقبول أنه عرضه للعام لكن فيديو ينتشر ومصورة واحد من النواب والنائب الأول رئيس مجلس النواب يغلط على لائب بالبرلمان يمثل هلو ناسف الموصل أمر ربيعي الحدباء هذا غير مقبول هذا واقع الحال أيها العراقيون عني اليوم رسائل لهذا الاتجاه اللي أتمنى من اللي يهم الأمر أن ينظره ناظرة واقعية وأن يفكر برؤية وطنية بأن نحن عندنا هموم كثيرة لكن بالمقابل الشغل قليل وهنا القطاع الخاص أريد واحد منكم يقول القطاع الخاص وينه أنا أحط موازنة وبها عجز 63-64 تريليون والقطاع الخاص معطل ماكو دولة ما تحتمد قطاع خاص أخذ كل دول العالم كل دول العالم المتحضرة المتقدمة الخدمية للوزارات يعني الوزارات واجبة خدمة مع بعض الخدمات كلها قطاع خاص الحكومات حتى العربية الآن محيطة بينا أكثر قطاع خاص ليش إحنا القطاع الخاص ميت وتريدون ما يصير عندنا عجز وما نعتمد عن نفط لا أهم نعتمد عن نفط لأنه ما عندنا رؤية نفع القطاع الخاص وين مشاريع المحافظات لتحزيز القطاع الخاص أحد منكم يا العراقيين يا أهالي كل المحافظات العراقية اطلع على مشروع مقدم من مجلس محافظة أو محافظ يتحدث عن رؤية لتفعيل قطاع الخاص بمحافظته لا ما تشعر عندنا بالديوانية معمل إطارات عم يفترض سوي أكبر معمل بالعالم هو سفلت هو شنو للطائرات وإحنا بلد النفط معمل تعليم كربلاء وين شو كربلاء ما شفنا شالول معمل سوه ومدرس سوه ديالة بطاريات ومدرس شنو حتى الأوتي البابل تروح تلقل أهم البطاريات بابل بطاريات تشدنا نصدر تدرون المن صدر الخليج العربي صدر التركي بطاريات أطارات بطاريات بابل لأن شنصدر كلعوات سوالف النجف كانتهم البدلات جاي ذكرني زمين وخلش النجف بدلات راقية يا عمي كانت تحذية الباتل العراقية تسوى الأحذية المستوردة من إيطاليا شف قصها شكل هذا راحا وتقولولي شنسوي بيترك كامياويات كانت بالبصر البصر سيش به كهرباء ما بيها الخرب ما بيها كهرباء مي ما بيها صافي هذا واقع سيء هذا مو بس مسؤولية رئيس مجلس الوزراء طلع الأخ السوداني أخي السوداني مسؤوليتها مثل مدير المدرسة يقول للمعلمين يشتغلوا زياد وطلعوا لطلاب ناجحين وارد مدرسة تطلع على المستوى العراقي تطلع أفضل المدرسة بنسبة النتائج بالأوائد لكن إذا المعلمين يسختون ما يهتمون والشعب ما يقرأ لا تتوقع المدير ينجح والله يا تقفتك لا توقعوا لكم مدير يقدر ينجح مو السوداني لو تجيبوا لأي واحد ما رح ينجح لديه واحدة ما صفق كلنا يجب أن تضافر جهودنا كلنا أن نقف بهذا الرؤية أن نبني العراق العراق ما ينبني من إيد وحدة أو جهة وحدة وإنما ينبني من كل العراقيين أنا حقيقة يصرني بعد قليل أن يكون معي سيادة المستشار لشؤون المحافظات مستشار سيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد المسعودي وهو من الشخصيات العملية السلام محمد المسعودي أنا التقيت في شهر رمضان المعظم وذكرتكم أنه على مستوى محافظة بابل والمحافظات فرات الأوسط والجنوب هو الرجل يملك رؤية يملك رؤية صحيحة وأنا في حين في شهر رمضان المعظم في برنامج ستودي 12 بودكاست يعني أنا أثنيت على موقف الأخر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني أن جاء بالأستاذ محمد المسعودي وحتى مسؤول ومشرف ومستشار لشؤون المحافظات لأنه هو يملك رؤية أنت اللي يملك رؤية يجب أن تستفاد منه أنا شفت له ذاك اليوم أو قبل يومين تحديدا رايح زاير عدد من المشاريع ويبدو هو تفاجأ أنه واحد بالمشاريع ما كان متكامل حسب الرؤية الموضوع والتصاميل الأساسية فمسكت لا والله حشوياهم ورد عليهم شفش كان مطابق المواصفات مطابق المواصفات يوش أنه أرسل بالمرحلة ليس بطاقة ما مطابق المواصفة لأنه في الأحلام لا أرسل شكرا ويأتي هنا لو أحد شايف هنا فحث ontه هل ها ها هؤ ها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويانا إلى الأستاذ محمد مسعود السلام محمد حياك الله سعيد أن ألتقيك ويا مرحبا بجنابك كريم حياك الله أستاذ تحية لك ولكل كادر الفضائية والمشاهدين الكرام حياكم الله وسلام بكم السلام محمد أمانت الله أنت من الشخصيات الوطنية العملية الميدانية أنت قائد ميداني فبصراحة شو شفت رسائلنا بالبداية هل توصيفنا صحيح للواقع لو بيتجني بمغالاة بيلة ربما أقل من الحقيقة الحقيقة أمر يعني أنت شو شو والله أستاذ أنوار تحية لك أنت تتحدثت عن مواضيع حقيقة وأنا أسمعك أنت من تتحدث أنا قلت السيد أنوار الحمداني بايق الأسئلة لأن هذه الأحداث التي تحدثت بها أو المقترحات أو الرأي التي تحدثت بها كل هذه النصار حديث بههم بالجلسة الماضية أو التي قبلها بخصوص المدن الجديدة مثلا أنبار جديدة وموصد جديدة وحلة جديدة وعمارة جديدة طبعا هذا في عام 23 وجه دولة الرئيس إلى أستاذ المحافظين بأن يختارون قطع أو مساحة من الأرض كافية لإنشاء مدن جديدة يعني الحلة جديدة وغيرها وهذا طبعا السياق هو معمول في كل دول العالم أنا زرت مثلا مصر أعتقد بألفين وعشر اطناعش شانعدهم مدينة جديدة تبعد عن الغاهرة 95 كيلومتر وهي جديدة أصم بها حتى جامعات بها مدارس بها روضات بها كاملة هذه وبها خدمات أيضا اليوم نحن بواقع الحال مثل ما أنت تفضلت ترميم المدن القديمة صعب لأنه خصوصا المدن القديمة اللي مأسسة بأزمان بعيدة حتى الشوارع مالتها ضيقة يعني هسا أغلب المدن القديمة يمكن حتى ثلاثة متر عرض الشارع أو مترتين ونص حتى آلية لحمل النفايات ما تدخل بيه وبالتالي بحاجة إلى رؤية جديدة وتشكيل وتأسيس مدن جديدة وهذا ما صارت عليه الحكومة بالوقت الحالي السادة المحافظين قسم من عدهم شرع بتخصيص قطعة الأرض وأيضا هناك عروض من شركات عالمية ومستثمرين أيضا أن يأخذوا هذه المدن ويعملوها بطريقة الاستثمار وتشوفوا دولة الرئيس يوميا وبين يوم يوم يلتقي مجموعة من المستثمرين ويعرضون هذه فرص الاستثمار قسم من المحافظات لحد الآن ما باشرت بتخصيص قطعة الأرض وننتظر أيضا إجراءات هذه المحافظات أيضا هناك رؤية كانت إلى الحكومة بإنشاء مدن صناعية مدن صناعية جديدة كبيرة وأعتقد بالأيام القليلة القادمة سنشهد في محافظة النجف أيضا هذا الموضوع اللي أتحدث عليه بخصوص زيارات دولة الرئيس طبعا بالاجتماع الأخير قرر أن تكون هناك زيارات قد تكون ثلاث محافظات في اليوم الواحد أو محافظتين في اليوم الواحد راح يزورهم طبعا وزيارات هذه طبعا أكيد تنمع عن اهتمام كبير بهذه المحافظات وبيها نتائج واقع الحال اليوم أنت من تشوف المسؤول الأعلى التنفيذي يطلع على المحافظات ويشوف بعينه ممثل ما ينقل لأنه دائما النقل هو ليس صحيح مثلا نجي على المشاريع المتلكة ما تجي بالعديد الصحيح بس نروح نشوفها شوفها أكثر من الواقع الموجود حقيقة بالنسبة لي أنا طبعا أني تعرف أنا مهندس ميديني خريج جامعة بغداد تسعة وثمانين تسعين وبالتالي طبيعة المهندس أنه ما يقعد على الميز وبالفعل كل المناصب التي تقلدتها أنا ما قعد على الميز على الإطلاق وإنما ميداني أشوف بعيني وبالتالي أقدر الحالة وأيضا أملك رؤية بحكم أنه أنا مهندس مضافة إلى مهندس أنا ماجستير قانون فعندي رؤية للحمد لله رب العالمين وهذه الرؤية طبعا نعكسها دائما على العمل الموجود وكذلك أيضا الملاحظات التي ترفع إلى دولة الرئيس الذي يقرأ كل شيء بالمناسبة الأمانة يعني كل ما نكتبه هو يقرأ ويجاوب عليه سواء على الواتساب أو عن طريق الكتب المحررة الزيارات أعتقد ستكون مكثفة بالأيام القادمة ورح تبدأ بزيارة إلى أحد المحافظات الوسط إن شاء الله ويطلق من خلالها أيضا مجموعة مشاريع كما زار المحافظات المدن الصناعية أو القطاع الخاص طبعا الحكومة هذه من أفضل حكومات التي اتجهت للقطاع الخاص هسا أنا ماليد يعني أخذ حق الحكومات الساوقة للظروف التي حاطت بيها داعش ومسائل أخرى ومناكفات سياسية ومن هذه المسائل لكن هذه الحكومة بحكم الظروف الموجودة لله الحمد يعني ظروف جيدة وكذلك أيضا وفرة مالية موجودة تشوف راح تتجه تجاهات بتقديم الخدمات أفضل مما سبقها وإن شاء الله ستطلق مجموعة من المشاريع وخصوصا القطاع الخاص القطاع الخاص اليوم يحظى بأولوية عند الحكومة بدليل أنه السيد رئيس مجلس الوزراء زار أحد المعامل أو المصانع في محاط بابل وإن شاء الله بقادم الأيام في أحد المحافظة سيزور أيضا قطاع خاص ويفتتح مشاريع قطاع خاص كبيرة وكثيرة مشكلتنا بواقع الحال والأمانة أقول هيئات الاستثمار في المحافظات هيئات الاستثمار أكو محافظات ما بها رئيس هيئات الاستثمار ولا بها مجلس إدارة وبالتالي توقفت عن منح إجازات هيئات الاستثمار وطبعا بيشكالية حقيقة لأنه الناس قدمت وتريد أن تعمل لكن هي توقفت يعني أكثر من تسعة أشهر متوقفة هيئة الاستثمار مثلا في محافظة بابل ما بها رئيس هيئة ولا بها مجلس إدارة بالتالي ما تلتأم هذه ولا تمنح فرصة استثمارية بقية المحافظات يعني رئيس الهيئة قلق بأنه يبدلوا له يبدلوا له يخلوا لأنه هذه أكيد راح توزع هذه المديريات العامة وغيرها وبالتالي هذا يكون قلق أيضا الشيء راح يصير إلمان حصة مان كذا من المسائل هذه هماتين أكو فتور في هذه وقسم من عدى بيها شكالات وباقع الحال يعني إحنا حاليا ندقق في بعض الهجازات الاستثمارية نجد بيها شكالية حقيقة ونحن نكتب يعني ما نخلف الشيء أمامنا إلا ما نكتب عنه وباقي قرارات تأتي إن شاء الله لصالح المصلحة العامة اليوم أي مسؤول إذا حكمت المصلحة العامة راح يتجه باتجاه المصلحة العامة ويقدمها على المصلحة الخاصة وبالتالي ينجح وطبعا هو تاريخ يسجل إلى وعند الله سبحانه وتعالى أي عمل هو منظور ويوفق في أداء أعماله ما يخص عملنا حقيقة لأننا كالجان متابعة الاجتماعنا بالاجتماع الأخير عند دولة الرئيس وعرضت حضرتك وكان مقرارات الاجتماع بأنه المضي بمتابعة المشاريع وتشخيص أعمال معيبة وغير معيبة وتشوف أخواننا المستشارين أو فرق المتابعة طبعا نحن عدنا فرق متابعة في كل محافظة بها فريق متابعة هذا الفريق يروح يزور المشاريع ويكتب مباشرة أنه وانا نكتب أو إذا يحتاج زيارة نتواجد إحنا في الموقع هذا توجودنا بالموقع أصلا هو يأفاد بالحفاظ على المواصفة الفنية هذا أول أثنين قسم من المهندسين حقيقة يتعرضون إلى الضغوطات يعني يتعرض إلى الضغط لأنه تدري أنت لي ما أخذ العمل ما جاي من السماء ما جاي من جهة معينة أو شخص معين أو كذا فهذا نحن نسوي نحن خلصنا المهندسين من الضغوطات حقيقة وقفنا إلى جانب المواصفة الفنية وبالتالي وقفنا إلى جانب المهندس وحمانا من هذه الضغوطات أثنين عندنا صلاحيات أكثر من المهندس المقيم بالتنسيق ما بين الدوائر أو الاتصال مباشرة بالوزارات يعني نشوف مثلا مشروع متوقف لكذا شهر اتصال واحد بأحد الأخوة الوزراء المعنين في هذا الموضوع شوف ثاني يوم معاه الوزير يعقد اجتماع ويحل هذا الموضوع وشوف يمشي المشروع بعض الأحيان تنسيق ما بين الدوائر هي نفس الدوائر هذه معارضة ما موقع وهذه كذا عدها تحفظه ومدرشنه نقعد ننسق الأمور ونحن لم نكن بديل للمحافظ أو مجلس المحافظ وإنما عام المساعد عام المنسق مثلا إذا أحد الشركات عدها شكالية في أحد الوزارات يشوف مثلا يخول أحد الأخوة المستشارين يروح يتابع لها وبالتالي ينطي الحلول التي تمكن هذه الشركة من أداء واجبها لأننا نعي بأن المقاول هو شريك أساسي في العمل واجبنا أن نقيم المقاول حسب عمله بمطابقة المواصفات الفنية عكسها لا نسمح لهذا الموضوع وعدنا تقارير حقيقة يعني تقارير مهمة جدا كشفت بعض الأعمال المعيبة رفعت بعض الأعمال يعني من موقع العمل فلشنا بعض البناء وتدري أنت حضرتك مطلع على الصفحة مالتي تشوف يوميا أكو حركة في مجال معين وأقسم من الأعمال ننصح الأخ المهندس نقول لهذا العمل بخطأ عليك أن نتعالج بهذه الشكل لقلة خبرته أو كذا ونزوره بعد يوميا أو ثلاثة إذا شفنا حقيقة هو رايح بالتجاهد تصحيح الخطأ لا نسكت ما نكتب إذا ما شفنا لا نقول هذا متعمد وراح نكتب عليه وطبعا هناك حالات للنزاهة رفض الأعمال عقوبات لجانة تحقيقية يعني آخر مرة صارت لجنة تحقيقية كتبناها في أحد الأماكن أو أحد المشاريع أنا اقترحت بأنه تشكل لجنة تحقيقية وبالفعل شكلة لجنة تحقيقية لأنه المهندس عندما يتوجهه ويقول له هذا الشي خطأ وما يتجاوز الخطأ يعني هذا متعمد على الخطأ فشي سوي له آخر للاج الكي أول إحنا مصلحين وثانيا داعمين ومساندين ومسددين لكل عمل الغرض من هذه الفرق الموجودة هو تعمل محافظات في أن تقدم خدماتها إلى مواطنيها مو إحنا نجي عامل معرقل أو عامل ضد هذه المشاريع بالعكس ولكن لا يعني هذا بأنه إحنا نهمل المواصف الفنية أبدا أساس عملنا المواصف الفنية وخصوصا المهندسين يعني هم وجودهم مواصف فنية وإلا ليش واغفوا هذا صائر مهندس أو كان هسا شفت بالحياة العملية أو كان أصحاب حرف يمكن خبرته أكثر من خبرة المهندس لكن ما عنده قرار القرار عند المهندس لأنه بوه بقانونا بأنه يملك المواصف الفنية يعني دعوتنا إلى أخواننا المهندسين بأنه وجودهم ضروري بموقع العمل ولا يكون أن وجود رمزي وإنما وجود فعلي عندما شوف عمل غير مطابق للمواصف الفنية أشر مباشرة ويرفع من موقع العمل وهذا قانون رفع الأعمال المعيبة من موقع العمل هذا قانون ما يقبلها أي شخص بالإضافة لوظيفته مهنيا أو أكو عدة ذنب شرعية هو محمد أمانة وأبناء هذه المحافظة أو كل العراقيين هم أمانة برقاب أي مسؤول يصدل المسؤولي على أن يأتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى أولا ويحقق رغبات ومطلبات الشعب العراقي طيب سيد سيد محمد أنا لا تسمح لي أنا مقاطعة جنابك الكريم وأنت مهندس حقوقي وقائد ميداني معروف لكن أنا عندي استفسارات إذا تسمحني في ضوء ما تفضلت به جنابك وفي ضوء أيضا ما قلنا بالبداية أول شيء هل لو أكو خلل بالمحافظة معينة هل يحق أو من واجب مستشار رئيس مجلس وزراء الشؤون المحافظات أن ينبه المحافظة أو يسأل المحافظة في تلك المحافظة أنه ليش هذا الخلل موجود لو من حقه نعم نحن بالنسبة أنه حقيقة نذهب بالاتجاه التالي أنه نذهب من سيد المحافظة ونبلغ بأنه خلل في هذا الجانب طبعا للأمانة أن المحافظين اللي تعاملتوا إياهم سابقين ولاحقين هم يسمعون يسمعون وينفذون بس حساب ما نحاسب نحن نكتب لا مو تحاسب بس قصة نبهو العفو نحن نحن واجب إذن والله متفضل متفضل اتفضل أستاذ النور أستاذ النور إذن أسمح لي إحنا واجبنا بالشكل التالي نبدأ من الأسفل نقول للمهندس هذا عندك خلل بهذا المكان إليك ثلاث أيام الصالحة وهذا الحديث طبعا أنا تحدثت بأمانة أمام دولة رئيس الوزراء وافق على هذا الموضوع نقول لك ثلاثة أيام راح نرجع لك إذا شفنا المهندس ما بدأ يعني نية عنده يصلح هذا العمل لأسباب معينة ما نعرفها راح نروح للمعاون الفني ونقول لها أكو عندك خلل بهذا المكان إذا ما نفذ المعاون الفني راح نصعد لسيد المحافظ نقول لسيد المحافظ أكو خلل في هذا المكان وبلغنا المهندس المقيم وبلغنا المعاون الفني وما سوى نحن نضطي ثلاثة أربعة أيام إذا ما شفنا أيضا يعني تفاعل بالموضوع وأهمل لا راح نكتب إلى مطالع الدولة رئيس الوزراء نقول لها بحنا نسوينا بالشكل التالي وطبعا موثقة بصور ونقول هذا يخل بهذا المكان وهو راح يهمش مباشرة وراح إذا أكو فيديو يدحو المحافظ ويقول لني شيء حاسب إذن أنا أرجوك سام محمد تتصم محافظة البصرة تفضل عزيزي الأخي الشيخ أسعد عيدان يقول لأجزاء من البصرة صار الأسبوع ما بيها كهرباء إلا ساعة له ساعتين الخور وغيرها تحرك عليها سيد المحافظ قل له والله متفضل يا ريت قل له عمي تدري يا أجزاء من محافظتك موجاين الصيف الصيف بعد ما بلش فياريت والله ينتبهنا الأخي المحافظ ياريت يعني حالا حالا أطلع من البرنامج واتصل بساعة المحافظ وانا أخذ مصار قل للناس جاء تشتكي ناس جاء تشتكي المحافظ وينك يا أسعد العيدان انتخبناك وما سويت شيء الشكل تقول والله أنا ناقل تقول الناس هاي وحدة يا ريت وريدك السلم على السلم على أسعد بطريقك متفضل وسلم على محافظ بغداد قل لما عقود تنمية الأقاليم يفترض أنت رفعت بها ذول لطهم إجازة إجبارية يا محافظ بغداد غير التابع حوية مجلس الوزراء إذا ما يتابع إذا هو الشؤون يرسل الكتاب ما يتابع خطيذ ولا ما العقود تنمية الأقاليم بخصوص بحدود 15 ألف عائلة يا سيد محمد يعني مهمة ما يقومون باجب ملازم واحد ينبهم يعني متفضلين والله تمام أستاذ أنوار أستاذ أنوار يوم الأحد بإذن الله يوم الأحد إن شاء الله رح يصير الاجتماع للهيئة التنسيقية وراح يطرح على الموضوع أنا رح أطرح على السيد المحافظ وإذا حصل بمجال أنه يسوي اتصاله إياك أنا رح أخليك تحكي يا سيد المحافظ إن شاء الله سواء محافظ الباصر إن شاء الله أو سعر محافظ بغداد إن شاء الله سيد محمد سيد لا حتى بالبرنامج أنا والله ما أريدهم حتى ضيوف لا أريد أسعد ولا أريد محافظ بغداد لسبب أنا أريدهم يشتغلون الناس ما أريدهم يطلعون وياي أنا ما رح يعني أقول لك شي تزيدني أريدهم يزيدون بين الناس والله ما مدورة أنا يسأل أخ رئيس وزراء يقول لك أطلع وياك بالبرنامج يقول لك شي تفيدني أريدك أنت تخدم الناس يأتي الناس تطلع دمدحك أو تثني عليك هذا اللي يهمني أنا ما يهمني يطلعوا وياي حتى يسولف لي لكن أنا أريد أقول لك شغلة أسان محمد كل المحافظين أكو تلكؤ في عملهم أكو برود في عملهم أكو تراجع في عملهم كل مجلس المحافظات ما لقيت لمواطن من محافظة يشيد بمجلس المحافظة والله يأكو بيهم مواطني يقولون إحنا ما نعرفهم من أعضاء مجلس المحافظات يابوا منتخبتهم يقول لك والله بالصالح طيب هذا مو يفترض لأخ رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد محمد الشعاع السوداني يحاسبهم ينبههم أمانتهم هذا يشوف أستاذ يعني الطلبات المواطنين بالمناسبة طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء عنده قسمين مهمة بس متابعة واصطياد هذه المناشدات تشوف رأسا حالا ما تشيك مناشدة في أي مكان وانت تروح تتعالجها يعني هذا الموضوع متابع بهمة بواقع الحال لمناشدة المواطنين يعني ببعض الأحيان تشوف ساعب الوحدة بالليجز لك مناشدة من أحد المواطنين هذا متابع بواقع الحال لكن تدري أنت طبعا موضوع الانتخابات أنا ما أريد أن أرجع لي أستاذ النور تعرف أنت وانا وكل العراقيين يعرفونا لسبة المشاركة وكذلك أيضا موضوع مجلس المحافظة عند المواطن موضوع حقيقة ما محبب ولا محبب خصوصا بأنه بعض المواطنين يعتقدون بأنه بعض المحافظين ديش حولي أنه ما عندهم مجالس محافظات لكن من راقبهم ما حد راقبهم وبالتالي أوكشكاليات في صرف الأموال أو غيرها لكن الموضوع اليوم هم هذه جديد مجلس المحافظة لحد هذه اللحظة قسم من عدهم ما متألفين أو ما متوالفين ويا مجلس ويا المحافظة وهذا طبعا مشكلة حقيقة عندما يكون خلاف ما بين المحافظة وما بين مجلس المحافظة المحافظة تماما يصيبها أرباك سياسي وبالتالي تركد أي عملية تعمار بها لأن المحافظة راح يلتهي يدافع عن نفسه مثل ما نقول عليه بالعركة يهوش عن نفسه وبالتالي يلتهي وتفلت زمام الأمور المفروض مجالس المحافظة زاد المحافظين يكون هناك وحدة قرار بينهم وأيضا غرفة عمليات فيما بينهم وعدهم رؤية أيضا من يجي المحافظة يرفع رؤيته يصادق عليها مجلس المحافظة يدرس هذه الرؤية ويفند بعض الأمور التي هي لا تلبي حاجات المواطن ويزيد بعض الفقرات التي تلبي حاجة المواطن نحن بواقع الحال للأمانة طيلة السنوات السابقة طبعا هناك قانون 21 سنة 2008 بفقرة يقول بالنسبة للمشاريع يقول صلاحيات مجلس المحافظة هو المصادقة على الخطة التي يرفعها المحافظ ترى منتج الخطة إلى مجلس المحافظة تتبعثر وترجع تنجد من جديد حسب رغبات وطلبات بعض المواطنين وكذلك أيضا أعظام السمحافظة وناخبيهم هذه القضية طبعا بعض أجزاء المحافظة ستصاب بعدم استحقاقها أخذ استحقاقها وقسم يتنفذ بها بعض المشاريع هذه الحالة لحد الآن ما صارت بجالس المحافظة باعتبار أنهم لحد هذه اللحظة ما كوا خطة حتى يصادقون عليها لأن انتخابات صارت وراء رفع الخطة نأمل بالمستقبل ونحن نكون مراقبين حقيقة بالمناسبة يعني الخطط التي رفعت بالسابق رئيس مجلس المسارة أحالها على المستشارين كل مستشار لزم محافظة ودققناها هل هي توافق مع البرنامج الحكومي أم لا اللي يتوافق مع البرنامج الحكومي بقى اللي ما توافق مع البرنامج الحكومي من حدفة هذه المشاريع لأنه مثلا تجي واحد حاط كل خطة مالته هي طرق وبالتالي ماكو جدوى تدفع الناس روح شوف لك مشروع استثماري مشروع صناعي تصميم أساسي تصميم قطاع يسبب هذه المحافظات جيب خدمة أخرى وهذا حتى تنمو هذه المحافظات اليوم أنت تدري يعني المحافظات اللي هي ما بها مجال حقيقة صرف صحي اللي تأذت وتأخرت اليوم أكو اهتمام بها كبير وخصوصة أموال إن شاء الله تكون كافية أن تنهض وتكون مع أخواتها من المحافظات الأخرى يعني أكو اهتمام أكو حركة لكن هل حركة هل تلبي طلبات الشارع لا أبدا يعني يحتاج يحتاج عمل بعد ويحتاج أموال أضافية ويحتاج صبر شوية من المواطن خصوصا المناطق اللي يكون بها صرف صحي الصرف الصحي تعرف كله تحت العرض وبالتالي ممكن تصين مشاكل وإشكالات بالمواطن وأنا شفتها طبعا الإشكالات موجودة في القرنة أسأل الله أن يكون المقاول قد أنجز مهمته وعيضا بغاولة الخور خور الزبير قصدهم الخور خور الزبير يعني أريد قول الأخيس على عيدان يقول له هذا ما صار وأتصل به بإذن الله ومحافظ بغداد ياريتها ما أسلمنا علي أنا نجز للصحف الاستقصائي الأستاذ حسن يقول يقول الكهرباء في الرصافة تحديدا بلدية الصدر الثانية في مدينة الصدر الكهرباء صائرة مثل ترفيك لايت تماما نقول بخدمتكم سيد محافظ أنت صل به مؤالي اللي ألمني شنو اللي ألمني ليش كلها ليش كلها المسؤولين التنفيذي الراميها على عهدة الأخ رئيس مجلس الوزراء وعهدة مستشاري بينما أنت عدتكم مواجب أكبر أنتم قدمون الرأي أنتم القيادة هم مسؤولين التنفيذيين هم ليش مقصرين المسؤولين التنفيذي ليش ما يتابعون هم ليش الناس تجد سهولة أن تصل للأستاذ محمد المسعودي أو تصل كنت وضعي أنه عالج أموم المواطنين هساني إذا تجعل يمكن البيت ما عندي لا سياج ولا عندي باب ولا عندي أي شرط المواطنين يجي يخلص شغلته ويروح بعضهم يجلس في قصور مشيدة ويعتبر أنه خلص حطوه على الكرسي وانتهى موضوع هذا الموضوع مؤلم جدا هذا الموضوع مؤلم إذا كان المسؤول بتماس مباشر مع المواطنين وهو أمور تذلل وأقول لك فالقضية حقيقة المواطن العراقي مجرد تبتسم ببجهة يقضع ويروح ما يطلب المعجزات ولا يطلب المستحيل يريد قريب علي الإنسان وبعض الأحيان يشهدوا الله أن يجوني للموظيف ما خلص بشغلاتهم بس أطلع وياه وأقول لا أعذرني هاي ما تصير هاي مخالف هاي ما دوش يشكل من عندي ويبوسني ويروح الغرض أنه اليوم يجب أن نكون قريبين من المواطن كل ما تكون قريب من المواطن كل ما تحسس آهاته ومعاناته وبالتالي ترفع هذه المعانات وتوصلها إلى أصحاب القرار ويمكن تحل هذه المشاكل يعني للأسف المفروض يعني الأخوة السادة المحافظين المفروض هسا هم أصلا بتماث مباشر وقسم من عدهم هاي دا شوفهم بتماث مباشر مع المواطنين قسم من عدهم هسا ما عرف شنه ظروفه قد ما يكون مع المواطن طبعا كسب إلى هذا هذا كسب إلى لأنه الأربع سنوات راح تخلص راح يعرض نفسه مباشرة على الجمهور وبالتالي الجمهور يقول لأي أنت كنت قريب علينا وحققتنا أمانينا أو مطلباتنا أنت نستحق أن نجدد لك ولاية أخرى وقسم الله يقول لأ أنت ما ما شفنا ما عندك كل شي مضافا إلى هذا هاي الكثير السياسية من يكون إنسان عامل وفاعل راح تطيق قرار ويرجع مرة ثانية إلى مكانك حتى تخدم الناس وبالتالي المحافظة مباشرة الناس راح ترضى ويصيبها أطمئنان وبالتالي الحكومة هي المستفادة يعني كل المحافظين هم يعني بمثابة فلاليح والموجود هو الحكومة هي الملاك اللي يستفيد من هذه الخدمات لهذا شوف الحكومة دائبت إلى دعم المحافظين في سبيل تقدم خدماتهم الأمانة هسا أقول أنا أكون منصف ما أدعمه على أساس حزبي ولا أدعمه أنا حاضر في كل اجتماعات المحافظين ما فيديوم مثلا سمعت حديث عن هذا من كتلة فلانية وهذا من كتلة فلانية لا ما يقدمه من رؤية من خدمات هي اللي يتحددها وتقول هذا المحافظ نجح أو ما نجح وحتى وإن كانت تقييمات الحكومة على أساس حزبي أو كتلوي لا سامح الله لا شوف المواطن يقدر خلاف هذه التقديرات وبالتالي يمكن شفت اليوم الانتخابات اللي راحت واعتقد الانتخابات اللي قادمة أيضا الناس اليوم تفكر بالإخدمة راح ذاك الوقت أنه تجي أنت عشيرة الفلانية مثلا جل احترامي اللي هو الحزب الفلاني مع بالغ احترامي اليوم لا الناس تفكر بالإخدمة اللي يقدم اللي يخدم هذا يخدمنا وهذا قريب من عدة خلاص نحن نولي أمورنا ونراقب أيضا هناك رقابة عندما ترى أكثر الناس الموجودين يراغمون يراغمون عمل المحافظات يراغمون منظمات مجتمع مدين وناشطين يوم يطلعون تظاهر على هذا يتظاهر على ذاك يابل الشك أو تخصير في هذا المكان أو تخصير في هذا المكان هذا طبعا يدفع زخم المسؤول بأن يروح يتحرك بين الناس ويقدم لهم خدمة لا سيما وأن انتخابات مجلس النواب قريبة جدا بالتالي الناس الموجودين اليوم كساسة يحاولون أنه يتقربون من المواطن ويحققون رغباته حتى يكسبون أصواتهم بالمستقبل القريب نعم سيد محمد بصفتكم أيضا كحقوقي أضافة لأن أنتم مهندس وقائد ميداني نحن منشفنا الفيديو قبل يومين في أحد المشاريع لربما مثال الانتباه إذا كان أكو تلكه وبعد جنابك كانت لنطلع اللقطات الزمي المخرج بعد ما أنت نبهتهم أنه أكو مثلا عدم التزام لا الفيديو خليكم بس ما انتبه الكلام الزمي المخرج الفيديو هذا عافية بارك الله بك الله يلطيك على قد بنيتك إذا شوف يعني سيد محمد أنه أنت نبهتهم وحذرتهم ما هو السؤال هل أحلم أن نتعاقد ويشركات محلية أو أجنبية وعدم الالتزام وليش ما نفذع أن نطبق عليه لا أستاذ لا أستاذ طبعا إحنا مشكلتنا بالمهندس المقيم جل احترامي لزملاء للمهندسين قصر بنعدهم قامات كبيرة ويمنكون خبرة إحنا مشكلتنا بالمهندس المقيم أصلا قانون يقول رفع الأعمال المعيبة من موقع العمل هذا عمل معيب ما مطابق المواصفات ما ممكن أسمح به ولا ممكن أنطيز المهندس المقيم ما يعبر المقاول إلى المرحلة الثانية إلى ما ينطي توقيع شكل كويس يقول يا أبا أنا دقاقت وهذا العمل مطابق المواصفات وعنده توقيع به أما المهندس يدير وش فهي مشكلة كبيرة حقيقة يعني هو يلقي ناس أنا أقول لك مثلا طبعا على أحد الشوارع لقيت فرشون رمل النجف بدل السبويس تعال المتشلس وانت ليش هتش التواقف مرفعناها طبعا هم أكوسيدي طلع الولد اللي بشون وياه والله ما أعرف بهم طبعا سوين بث مباشر المواطنين طبعا سووا بث مباشر أنا ما أدري بي حتى كان حديثي قاسي وبعض الألفاظ اللي لم تلفظها بس أنا صرت عصبي على هذا الموضوع كارثة أصلا يعني إحنا بالهندسة بالهندسة ماكو حالة وسطية مطابق غير مطابق ما عندنا مطابق يقبل ما مطابق شي له مباشرة أني يرفع هسا أنا أجي ألقى مثلا سقف مشور كيف نشور هذا أكيد المواد المستخدمة بها ملح شون فحصتو بيام اختبر شون نجحت هالمواد شون استخدمتوها هاي مشكلة أو مثلا باقي مية من السطح السطح هذا عمله ليس صحيح وأنا صعد للسطح وصورناه وجبناه وكتبناه بالمناسبة هذه المدرسة هي من المحالة من العقد الصيني هذه العقد الصيني ها طبعا هذه المدرسة في محافظة بابل في محافظة بابل في محافظة بابل في محافظة بابل حي جامعة هذه طبعا هي من ضمن العقد الصيني بالمناسبة الأمانة حتى أكون منصف يعني بعض المدارس اللي زرتها أنا مثلا بالطليعة كمدرسة زرتين الطليعة تبعد تقريبا 50-60 كيلو مصر عن مركز المحافظة في جنوب المحافظة زرتين يعني زين ما عدي ملاحظات قوية سجرتين بعض المدارس يعني المدارس اللي بمركز المحافظة أيضا زرتين بيهم ملاحظات لكن قليلة ما ترقى إلى أنه تسجل عليهم ملاحظات هاي المدارسة كارثة وطبعا السبب الأساسي يعود للمهندس المهندس لو حازم وقف شيلها يفلشها ليش تخليه يتحب المسؤولية احنا كتبنا بالمناسبة كتبت مذكرة مطالعة بيها إلى السيد نائب مدير المكتب اللي راح تعرض على السيد الرئيس مجلس الوزراء ونشوف شون القرار الليبيا شكل لجي تحقيقية يحالون للنزاهة ما عرف هاي بعض القرارات اللي علينا كتبنا احنا ملاحظاتنا وملاحظات مصورة طبعا واعتقد كل الناس شافت الفيديو اللي صار وانا همصرت عصبي لأنه لا والله انت عصبي تلك مقبولة سام حمد انت شفت شيء غير مطابق للمواصفات ومثل ما تفضلك ماكو حل وسط لو مطابق مطابق لأنه ما مطابق يوجد عرب أترة سح انت مهندس المهندس هو صار مهندس لأن عده مواصفة فنية يعني هي جزء من شخصيته ما ممكن انه يجي واحد يشتغل غلط انا اعتبر هذا تجاوز على شخصيتي ما ممكن هذا مال عام ايضا انا محمل امانة انت مهندس مقيم محمل امانة شنال الداعي يخليك مثلا تسقط على خطأ علميا ما تقدر واخر قل يا با انا ما اقدر علميا ما اقدر يدير هذا الموضوع هو موضوع بسيط يعني انا ما جاي بتصميم ولا احطك بمجسر مثلا معقد هي بناء عادي طبعا افجدية الهندسة هو هذا بناء اوبياض ومعرف شنو هذا ليه صار هاي الكراكات الفطور هاي ليه صارت اجي اعالجها اقول المهندس هو سيد الموقع طبعا بمناسبة انا اقول لك فالقضية واسمعني المشاهد الكريم المهندس في الموقع هو رئيس وزراء في الموقع يعني انا شخصا ما يسمح لي ان اتخذ اي قرار الا موافقة المهندس المقيم وحتى دولة الرئيس اذا يجي الموقع يترخص من المهندس المقيم يا الله يدخل المهندس المقيم وما عند صلاحية رئيس الوزراء السا اللي هو رئيس الحكومة ما عند صلاحية يجي بالموقع ويقول سو هاي وحط هاي ما عند صلاحية الصلاحية حصرية بالمهندس المقيم اللي منحها الغانون لكن مرات المهندس المقيم للأسف طبعا يزمح بهذه الأمور وبعدين هو يقع في مشكلة هواي مشاكل وقعوا فيها المهندس لا لا مشاكل يدفعوا الثمن صح لا للأسف طبعا زملائنا هواي بالسجون ليه صاروا بالسجون لأنه تسال في قضية معينة يعني كثير من السجون حسابيها مهندسين ليش لأنه جاهل على الموضوع أو دار وشع عن قضية أو صار عليه ضغوطات أو قال خلي الشعي خلي تمشي هاي والنتيجة وقع بها وعرف عائلته طبعا وحيثياته وكذلك من الأمور ماك يداعي هذا صح صح خطأ خطأ وعبر الموضوع أنا ما أجي أجامل على حساب المواصفة الفنية شكرا جزيلا لكم الحقوقي والمهندس الأستاذ محمد المسعودي القائد الميداني الذي عرفناك من كنت محافظ الله يحفظ وكل هذه إلى آخر نشاط اللي كان قبل يومين كل التحية من خلالك للأخر رئيس مجلس وزراء السيد محمد الشعاع السوداني وكل التمنيات نيابة نيابة شعب العراق الكريم أن يسدد الله خطاه لبناء العراق لبناء العراق لبناء العراق اللهم آمين وأن يسدد خطاه كل الوزراء والبسؤولين للترفيذين وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى المستشارين للنهوض بهذا العمل اللهم آمين شكرا لكم شكرا لكم السيد الحمد الله يحفظ شكرا جزيلا تحياتهم تنان لجنابك الكريم ولكل الكادر المحترم شكرا جزيلا مشاهدين كانت تحياتهم تنان وعرفان بالجميع إن شاء الله يحفظكم شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدين التقيكم باشا إن شاء الله مع السلامة شكرا جزيلا